قالك سؤال فيما يخصه سامة أبو علي بس بصيغة يعني توضيحية يعني وسامة أبو علي حسيته أنه هو مهاجم كويس؟ ولا عشان بقالك كتير ما شفتش أصلاً مهاجم في النادي الأهلي فأنت يعني كنت بتشمشو أو يعني إيه؟ بتدور على مهاجم يعني اللي هو أخيراً مهاجم يعني ما طلعش نار لسه هو بس حاسس أنه هو مهاجم بص يعني أنا شفته في الأول ما بدأ مع الأهلي في التلفزيون فكان بالنسبالي يعني هيجي يعني ممكن يجي من حاجة كويس بس لما شفته في الأستاد لأ حاجة تانية خالص اللي أنت شفته في الماتش ده أنت تقريباً شفته وسام في الهدف بس أنت بشوفته في صواصيل اللي هو بيعملها في الملحب مرعب مرعب كمية جري والضغط وعارف بيجري فين وبيجري إزاي والتحركات إزاي والهدف نفسه كمان اللي جيه فيه تفاصيل كتير جداً الناس ممكن تقول لك هو أعملها بالعرض يعني اتعملت بالعرض حتى لا أهو مش كده الموضوع مشش كده طالما في الكورة طالما الكورة اتعملت بالعرض ونزلت على الأرض وهتطلع تاني هنا في صعوبة كبيرة جداً لازم حد ساكي جداً يتعامل بقى مع الموقف الكورة لو مباشرة سهل أنا أجيبها يعني أنا وأنا مبطر أهو لو اتعملت بالعرض حط بطن رجل يجيب أجول إنما لو نزلت على الأرض هنا فيه تغير حصل هتطلع فين أنت ما أنتش عارف طبع عشان أتعامل معها أتعامل إزاي منفعش هتعمل ما هيحط رجلي الشمال واطلع أفرد رجلي بس لا لازم تعمل زي سويتش في الهواء عشان تعرف تقدر اللي هو حصل اللي هو حصل لها عامل لكنه بتلعب بالعرض الباكورد اللي هو الوردة راح هو عاملها في الهواء عشان يقدر يحط الكورة فدي تفصيلة النزلة دي خلت الموضوع صعب جداً عليه ما يعملاش غير واحدة عنده مرونة كويسة جداً زاكي عارف الكورة راحة فين والتلاتة صعب من بعض فعنده مواصفات دي مواصفات في الهدف دي مواصفات في الهدف دي مواصفت حاجة عظيمة يا كابتر زي ما انت بتقول كده احنا بص على الكورة انها جول جاب جول حلو انسا قافلوا حاجات حلوة يعني فاهم لا انا ماليش في القصة دي انا فاهم انا فاهم يعني مهم جداً انه كمان الناس تفهم وانت ليه قولت عليه مهاجم كويس عشان التفاصيل في الملعب بقى نفسه انت بتتفرج على دايماً الكاميرا بتجري وراء الكورة بس لما هو في تفاصيل وفي الضغط انا قعد في الملعب في الملعب فبتفرج بيضغط هنا ازاي بيضغط هنا ازاي وبتحرك هنا وبتلب الكورة ازاي وعايز الكورة فينه وطول الوقت عنده رتم معل رتم الاهلي فكله بيجري زيه اللي انت كنت بتنتقد فيه مودست بالضغط كده معل الرتم في الرتم الاهلي احلى احسن فنقصد ان هو عنده تفاصيل كتيرة جداً كملها بقى بالهدف الهدف اللي جه الناس كلها شايفية كورة بالعرض ده رونالدو جابه في تسعين في كاس عالم مش كان تقريباً تمانية كان رونالدو لما كان عامل شعر هو كان الفين واثنين الفين واثنين كورة بالعرض بس بتاعت رونالدو عالطاير واحدة دي مش عالطاير دي نازلة النازلة دي يا جماعة صعبة جداً زي مثلاً اللي بتقولك ايه لكورة بتلاقي بتويل حرس المرمى لازم يقدر لما تنزل هتطلع فين فيطلع ياخد صح فين نازل بتطلع غلص فبيقدر فبيتعديه ايه نفس الفكرة هو مقدر ازاي ان الكورسي هتعمل كده فلما نزل خلاص انا بموجهة نظري الكورسي لما نزل عمله كارسة اروح فين صح فالطلع دي ده هو حدد مكانها ومسافتها ووقتها وطلع حط رجله فيها مضبوط فيها تفصيلة صعبة فيما يعملها حد عنده كاركتر وعنده شخصية كويسة جدا انا شايف ان هو مهم جدا للنادي الاهلي وخلي بالك مع الوقت ومع الدخول اكتر والاهداف اكتر ان شاء الله يروح في حتك كويسة جدا